دائما يكون الأمام طريقهم وإن حدثوا اضطروا للتراجع بضع خطوات للخلف لا يقفون ولا يتراجعون وإنما يجمعون شتاتهم ومن ثم يعاودون مواصلة المعركة لاستعادة الأرض التي نهبت منهم هم قاوم شبوة من تربوا على عتاب الصحراء فأصبحوا يحرسونها ضد كل غاز يريد ضمها لمناطق دولتهم الملكية المستحدثة فحتى عند تفخيخها بألاف الألغام من قبل ميليشيا الحثي والمخلوع لشل حركتهم والنيل منهم لا تقف خطاهم بل يواصلون المسير المعارك لا تتوقف ولا الجثث أيضا ولأجل انتشال الجثث الكثيرة الملقية في جبهات القتال أقيمت هدنة مدتها ساعة فقط لكنها فشلت في ساعتها الأولى عندما استغلتها الميليشيا لإدخال تعزيزات إلى مقاتليها هناك عدة أيام مضت وأيام أخرى قادمة وما تزال الجثث ملقية في مناطق التماس فيما يحاول فريق الهلال الأحمر اليمني الوصول إليها من عدة اتجاهات ولم ينجح حتى الآن تتشابه الظروف وأساليب المقاومة وإن اختلفت البيئة والجغرافية تبقى المقاومة هي الحل الوحيد لاستعادة دولة منهوبة محصورة بين الدفاع عنها والهجوم عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا